لاحظ معي أنه المسيح متميز متميز بأمور كثيرة خلينا أذكر خمس أمور المسيح فريد من نوعه متميز واحد من نوعه بالولادة العذروية لا توجد أي ولادة في كل التاريخ شخص يولد من عذراء بدون رجل آدم مخلوق قدرة الله حواء مخلوقة من ضلع آدم هذه قدرة الله أما المسيح ولد من عذراء شيء تاني لأنه ولد من عذراء المسيح هو الوحيد بلا خطية لم يعرف خطية لم يفعل خطية بل تحدى من منكم يبكتني على خطية بصراحة كل الأنبياء اعترفت بخطيتها أما المسيح الشيطان لا يجد فيه أي علة أو شكاية لأن المسيح هو القدوس البار المنفصل عن الخطى وجعل الذي لم يعرف خطية خطية لأجلنا لنصير نحن بر الله فيه فإذا المسيح ولد من عذراء شيء تاني الوحيد بلا خطية ثم أحباء المسيح هو الوحيد اللي تمت فيه مئات النبوات لاحظ وهذا كله كان لكي يتم ما قيل من الرب النبي القائل النبوات التي تتحققت في المسيح أذهلت العلماء ولكن طبعا نحن مش نتكلم للجهل العوز يتفصحا ويرمي أي كلام تتميم النبوات يعتبر استحالة في علم الاحتمال مستحيل فما بالك أنه تتم هذه العشرات النبوات يعني مثلا المسيح سيأتي من نسل المرأة أنا بتكلم على النبوات الميلادية ومش بس سيأتي من نسل المرأة كمان تمت في الصليب ولكن المسيح أيضا يدعى المسيح المسيح ابن إبراهيم المسيح ابن إسحاق ويعقوب من صبت يهوذة يعني الابن الرابع ليعقوب ثم أحباء بيتكلم عن ولادة يسوع عن مكان الولادي في بيت لحم وقرأنا الآيات اللي هي مكتوب الإله القدير قرأنا أن ما خارجه منذ القديم قرأنا ما اسمه وما اسم ابنه وهكذا أنه ابن داود من عيلة يسا تمت فيه نبوات العهد القديم ما بالك نبوات الصليب 34 نبوة تمت في يوم الصلب وهذا مستحيل أنه تحدث مع أي شخصية أخرى فهذا ما يميز المسيح ثم الشئ رابع أن المسيح هو الإله الكامل والإنسان الكامل حتى يكون عنده الكفاءة للفادي فالمسيح تجسد حتى يرضي العدالة الإلهية ويوفي المطالب الإلهية وكإنسان استطاع أن يكفر عن كل خطايا العالم كل خطايا البشرية في جسده لأنه بتكون مقبولي عند الله لأنه هو الحمل الكامل بلا خطية ثم الشئ الخامس أحبائي ورح تستغرب أنه جاء المسيح أو ولد يسوع إشي بميزه ولد ليموت طب ما كان يعمل كلها الأمور من غير بهدلت الصليب صليب العار مكتوبة أنه مستهينا بالخزي احتمل الصليب مستهينا بالخزي والعار أيضا فإذن كان ممكن يعمل كل هالأشياء بدون الصليب أنت بدك حلول بشرية ولا حل إلهي هذا الحل من خلال كفارة المسيح من خلال الفداء من خلال الموت يدعى اسمه يسوع لأنه يخلص وهذا الخلاص تم بموت يسوع المسيح على الصليب هذه البشارة هذا هو الإنجيل الذي تكلم عنه بولوس أعرفكم بالإنجيل الذي به أيضا تخلصون شو هو الإنجيل أن المسيح يسوع مات من أجل خطيانا حسب الكتب وأنه دفن وأنه قام في اليوم الثالث حسب الكتب فإذن هذا ما يميز المسيح ولد ليموت لكن شو اللي بيثبت كل هذه التصريحات هو قيامة يسوع المسيح أعطت المصداقية والشرعية أن كل الأقوال وكل النبوات وكل ما قيل وكل أقوال المسيح تمت من خلال قيامة يسوع قال يسوع أنا هو القيامة والحياة أقام موته لكنه أقام نفسه من بين الأموات تخيل أنه يصرح هذا التصريح وهو بنفسه لا يستطيع أن يقوم فإذن المسيحية مؤسسة على أساسات راسخة لا تتزعزع فرسالة الميلاد هي رسالة الموت هي رسالة الحياة رسالة الموت أقصد رسالة الفداء لأنها تعبر وتشير إلى الخلاص المخلص يسوع المسيح وحده وهي أحباء إحنا منغلط إذا ما مندرس رسالة الميلاد ومنحطها في التطبيق العملي هي رسالة الخلاص والموت على الصليب والقيامة من الأموات